اشتركوا في القناة موجود في برج القوس في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وثمانية واربعين دقيقة من صباح اليوم السبت واحد واحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة البلدة وهي منزل للثبات والربح والسلامة طبعا في ساعات المساء القمر رح ينتقل لبرج الجدي واليوم في عنا خلو مسار طويل فعشان هيك بدو شوية تركيز بما أن القمر ما زال موجود في برج القوس اليوم يعني أغلب اليوم موجود في برج القوس فعشان هيك نشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة في ناس بقولوا أنه كأنها منحسها مكررة ما هي مكررة كل يوم من عيدها هاي زوايا بطيئة تأثيرها ممكن ثلاثة أيام ممكن أسبوع ممكن شهر فطالما هي متشكلة طالما أنا بذكرها بس تنتهي ببطل أذكرها فعشان هيك بتحس أنه بداية الزوايا خصوصا البطيئة هاي لأنه مدتها طويلة بتحس أنها بتتكرر كل يوم ولكن الزوايا اللي بتتشكل مع القمر هاي زوايا يومية بتصير في ساعة معينة وبتنتهي في ساعة معينة فما من عيدها ثاني يوم بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم عنا زاويتين اللي هم طويلات المدى وفي زاوية اليوم رح تكون ذروتها الزاوية اللي اليوم طبعا المؤثرات أو اللي موجودات على الساحة الزاوية الأولى هي زاوية التزديس هذولا لهم تأثير الآن زاوية التزديس بين المريخ وبين زحل وهاي زاوية إيجابية طبعا هاي مستمرة لغاية يوم ثلاثة واحد هاي اللي بتخلينا شوي في عنا وضوح وبتخلي الأمور واضحة بالنسبة لأنه وضوح كبير في أمورنا بتسمحنا بالتغلب على العقبات وخصوصا منقدر أنه نتجاوزها لها علاقة العقبات بأعمالنا وبمشاريعنا عما بالنسبة للزاوية الثانية أو التي تليها هي زاوية التربيع اللي صاحبة المفاجآت وهاي مستمرة لغاية يوم ثلاثة عشر واحد يعني كل يوم رح أظل أذكرها لغاية يوم ثلاثة عشر واحد هي زاوية تربيع سلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي حكينا مستمرة لغاية يوم ثلاثة عشر واحد هاي زاوية اللي بتخلينا مندفعين ومتقلبين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبرضو بتخلي الأبناء يتقلبوا ويتمردوا على أهليهم أو على أباهم من صفاتها على المستوى الدولي أو المستوى الطبيعة فهي بتجلب عواصف، زلازل، إشيء لعلاقة بالطائرات، السكاك الحديد، انضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي رح تكون دروتها، اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون يعني زاوية سلبية هاي ساعة ثمانية وخمستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني طول اليوم مأثرة على الجميع جميع الأبراج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبما أن القمر منتحس وهذا نبتون معناته الوسواس رح يشتغل، الخوف رح يشتغل عند بعض الأشخاص القلق من بعض الأمور برضو رح يشتغل فأبدكوا تديروا بالكم من هاي النقطة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة ثمانية وخمستعشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة احداش ودقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني طول اليوم خلو المسار هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو إجراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الآن في زاوية اللي هي زاوية بطيئة رح تتشكل برضو إلها كم يوم هي متشكلة ولكن اليوم رح تكون ذروتها طول اليوم مستمرة هي زاوية لغاية يوم أربعة أربعة هي زاوية التثليث الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس حكينا أنه هاي مستمرة لغاية أربعة واحد بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث عنا أكثر الساعة 11 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في برج الجديد عشان هيك بتصير التأثيرات على جميع الأبراج من ساعات المساء إنه بتصير يعني تأثير القمر في هاي اللحظة أنه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه ممكن شوي هيك يكون فيه نوع من أنواع الوسواس علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية هي الأعضاء اللي ذكرناها لما بكون القمر موجود بالقوس لأنه طول النهار راح يكون يعني من الآن لغاية ساعات المساء بتوقيت جرينيش يعني بعد منتصف الليل في أغلب الدول في منطقة الشرق الأوسط فعشان هيك بظل تأثيرات برج القوس هي القائمة اللي هي الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية فهذه العضاء أصبحت أكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها العناية اللازمة بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم لأنه في خلوه مسار إذا كان متفق على العملية قبل خلوه المسار ما فيه أي مشكلة والعمليات اللي بتصير في فترة خلوه المسار إذا كانت اضطرارية طبعا أمرها لله أنها اضطرارية ما فيه واحد يقدر يأجلها أو يأخرها ولكن إذا كان بإيدك أنك تأجلها مش في فترة خلوه المسار بيكون أفضل أما بالنسبة لهذا اليوم غير مناسب للعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا اليوم مناسب مع أخذ بعين الاعتبار اللي هي حبتين بندول كل ست ساعات لمدة ثلاثة أيام بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج الجدي خلوه المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ثلاثة واحد بيبدأ في تمام الساعة أربعة وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وثلاثة وأربعين دقيقة مساء لينتقل القمر بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بيصير 28 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 45% القمر في القوس بده ينتقل للجدي طبعا رح يضل لغاية يوم 3-1 منتحس الآن هو بنسبة 45% في ساعات يعني العصر تقريبا بيصير سعيد بنسبة 0% عطارد في الجدي حتى يوم 2-1 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 0% المريخ في القوس حتى يوم 24-1 هو سعيد بنسبة 0% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة يعني مع أشخاص خارج البلاد أو سفر بعيد أهم شيء إن كنت تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وحركتكم وعلى الشوارع المفتوحة بتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ قطة أو فكرة جديدة أهم شيء ما تتخذش قرارات حاسمة خلال هذا اليوم ممكن تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل لك محطة للانطلاقة بورشة جديدة برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وحاول إنك برضو ما تهمل الواجبات برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة أهم شي تتجنبه الغضب والإنفعال حاول إنك ما تخلي أي شخص إنه يستفزك اليوم دك تمسك عصابك احمسه معتك وما تشوهها عليك خوض امتحان قبل الحصول على الجائزة بدك تتحامل على نفسك قد ما بتقدر لأنه الأجواء ضاغطة وزي ما حكينا خلوم مسار فالأجواء شوي مش مساعدة اليوم برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لا غذاءكم راحتكم حاول تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص إنه يثير إنفعالك أو غضبك حاول إنك تنظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما منك للمواعد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات حاول بس إنك تكون أكثر مرونة في تعاملك مع أحبائك يعني ما في داعي إنك تفرض رأيك ما في داعي تتحكم في أحبائك بأبنائك بدك تكون مرن قدر الإمكان ممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات المهمة بتنتعش عندك العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تكثرب عليكم الضغوط والمتاعب والمسؤوليات والمشاغل هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي فبدك تحذر الخلافات والمشاعر السلبية لأنه ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات وممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة ابتنقذك اليوم سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ولكن بدك تنتبهوا أثناء تحركاتكم وأثناء قيادتكم للسيارة برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات حاولوا أنك تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بدخل ممكن تخطط اليوم لمرحلة جديدة وتحدد أولويات يعني إلها علاقة بالميزانية المالية ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة اليوم ممكن تتلقى هدية أو تبلش باستثمار معين ولكن بدايات قلتلك إذا كان الأمر قبل خلوة المسار ما في مشكلة ولكن فترة خلوة المسار ما تتخذ قرارات جديدة اليوم ممكن يكون في بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط أهم شيء أنه اليوم اتبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مكانتكم الاجتماعية بالطالعة يعني ممكن اليوم يكون فيه خبر جديد يكون بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة تعتبر هاي الفترة ناشطة وحماسية بفضل وجود القمر عندك وبعطيك دعمة ممتازة وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول إنك تستريح وما تعرض نفسك للمسئوليات وخصوصا إذا كانت المسئوليات هاي كبيرة أو صعبة فتعتبر الفترة هاي شوي ضاغطة وفارغة من الحضود فعشان هيك بدك تخفف وطيرت عملك وما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكار سودة وهواجس طبعا في ساعات المساء المتأخر القمر رح ينتقل ويصير عندك ولكن رح يكون منتصف الليل فعشان هيك تستفيد منه يوم الأحد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أنه اليوم ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت اليوم بحاجة لنصيحة أكثر فعشان هيك حاول تنجز كل الأمور المهمة والضرورية قبل انتقال القمر للجدي بيت متعبك اليوم بيحملك لقاء أو موعد مميز أهم شيء أنك اليوم برضو ما تهمل واجباتك وحاول تكون منظم ودقيق برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم ممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وممكن تغار على مصالحك وممكن تكون هاي أسوأ أو أنجح أيام الشهر إذا استغليتها بشكل جيد تأثيرات القمر هي شوي ثقيلة بالفترة هاي وخصوصا على الأعصاب والمعنويات أهم إشي أنك ما تتذمر على مسمع من أحد وما تعطي سرك لأحد في هاي الأيام أصبر يومين والأجواء بتتغير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء